اليوم إلى انتخابات الرئاسية مبكرة إذن دعا الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح اليوم مما الآلاف من أنصاره في ساحة السبعين بصنعاء إلى انتخابات رئاسية بطريقة ديمقراطية مبكرة حقنا للدماء نحن ندعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة حقنا للدماء حقنا للدماء وصولا للأعراض وبطريقة ديمقراطية سلسة نحن مع الانتخابات أن مؤتمركم الشعبي العام وأحزاب التحالف سيظلوا موجودين في السلطة وخارج السلطة ويعلمهم كيف المعارضة لأنهم لا يعرفوا كيف المعارضة سنثقمهم ثقافة المعارضة المسؤولة لا لقضع الطرقات لا لقضع الألسن لا للخيانة يأتي هذا فيما خرج حشود من المعارضين والمؤيدين للرئيس اليمني علي عبدالله صالح في عدد من المدن اليمنية ففي صنعاء وعدن خرجت مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني وأخرى تطالب بتنحيه حيث تجمع أنصار الرئيس اليمني في العاصمة صنعاء بساحة السبعين تحت مسمى جمعة الثاني والعشرين من مايو التي تأتي استباقا للاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لعيد الوحدة اليمني الذي سيقام يوم الأحد القادم أما المعارضون فقد تجمعوا في ساحة الستين وهي امتداد لمكان الاعتصام بساحة جامعة صنعاء تحت مسمى جمعة وحدة الشعب وفي موضوع ذي صلة يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا مساء الأحد المقبل في الرياض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزري بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني وسيبحث الوزراء خلال اجتماعهم نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام لمجلس التعاون لصنعاء بشأن المبادرة الخليجية لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية في إطار ما تضمنته المبادرة الخليجية من مبادئ تهدف لحفظ الأمن والاستقرار في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر